وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من حدث التسمم في محافظة أبو عريش مع التشتيد على الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المطاعم والمشآت التي تزاول النشاط بيع المواد الغذائية في جميع محافظات المنطقة ومدينة جازان تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تهاونه وتسببه في حالة التسمم حفظا لسلامة وصحة المواطن والمقيم والرفع بالنتائج بشكل عاجل وفي ذات السياق أغلقت بلدية أبو عريش المشأتين التي تسببت في حالة التسمم من قبل احترازيا حتى تظهر نتائج التحقيقات